اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاخيرة بسبب زيادة معدلات الطلق والخلع في مصر وزيادة الصراعات والخلافات الاسرية ستات كتير بتدخل تسألنا عن المساء المتعلقة باحكام النفقة النفقة ازاي ولمين ومتى وكيف كل هذه الامور طيب هل الزوجة لها حالات يسقط فيها الحق في طلب النفقة الأصل أن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وده بيرجع لي مبدأ الإعالة وأن دائما المرأة المصرية والمرأة العربية في الإسلام لها من يعولها ففكرة الإعالة وهو من أهم المبادئ الإسلامية التي تحرص على الحفاظ على المرأة أو على مكانتها وهي أمر مرتبط ارتباط اللي يقبل التجزئة بالقوامة الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا ولذلك الإنفاق هو دليل القوامة أو هو آدات التعبير عن القوامة فأنت كزوج ملزم بأنك تصرف على مراتك وتأكلها وتشربها وتبقى عارف أن أموالك مختلفة عن أموالها وأن لك زمة مالية مستقلة وهي كمان لها زمة مالية مستقلة ولا يجوز الخلط بين أموالك وأموالك وبالتالي الراجل بيبقى منزم أنه ينفق على زوجته طول ما هي مراته وعيشة في بيته متى يسقط الحق بقى في النفقة دي حق في النفقة دي بيسقط وفقا لأحكام الشرع يسقط الحق في النفقة إذا ما سقط أو تغير الوضع فيما يتعلق بالحق في الحبس لأن الأصل فقها وقضاء أن النفقة مقابل الحبس النفقة مقابل الحبس طول ما هي محبوسة في بيته وعلى زمته هو مسؤول وملزم أنه ينفق عليها فإذا خرجت عن كنفه وعن طاعته وخرجت من بيته يسقط حقها في النفقة طب بيحصل إيه؟ بيحصل أن الزوجة تخرج من البيت وبعد أن تطالب بالنفقة فالزوج بيعمل لها ما يعرف به إنذار الطاعة لما بيقدم أو بيرفع للمحكمة بطلب وإعلانها بالدخول في طاعته بالدخول بالشكل القانوني في الطاعة هي من حقها أن تتقدم بطلب جديد بدعوة جديدة أسمها دعوة لاعتراض على إنذار الطاعة وأن تقدم للمحكمة أسباب موضوعية وجوهرية هي التي كانت سببا في خروجها من طاعته فإذا ما تأكدت المحكمة أن المبررات والأسباب اللي قدمتها الزوجة عشان تمشي من مسكن الزوجية موضوعية أسباب حقيقية وجدية وفعلا كان من حقها أنها تمشي ومعها تستحيل العشرة والعيشة وما كانش ينفع تعيش في بيت الراجل ده فظل الظروف دي زي أن يكون مسكن غير آمن مسكن غير مستقل مسكن مفروش عفش مركز كان غير آه صح أسباب كتيرة جدا في الحالة دي المحكمة بتحكم لها في حقها بحقها في النفقة رغم أنها موجودة خارج منزل الزوجية ومش موجودة في كنف جزهة وداخل بيته ولا يتوفر الحق في الحبس اللي المفروض شرعا لكن إذا لم تستطع هذه المرأة إذا لم تستطع هذه المرأة أن تثبت موجود أسباب ومبررات ودوافع حقيقية هي التي حالت دون استمرارها أو منعت استمرارها داخل منزل الزوجية والأسباب دي طلعت أسباب وهي المحكمة بتحكم لصالح الزوج بنشوز الزوجة وفي حالة الحكم بالنشوز يسقط عنها الحق في النفقة طيب لو المحكمة حكمت لها بأحقيتها في الخروج ورفضت إنذار الطاعة ورفضت طلب النشوز لأن الست كان فعلا عندها الأسباب الحقيقية والجوهرية للخروج من منزل الزوجية في الحالة دي بتقدر الزوجة ترفع دعوة نفقة على الزوج والمحكمة تحكم لها ثم متجمد نفقة ثم دعوة حبس وتقدر تتلضه بمتجمد النفقة والزوج بيبقى إكباري لازم يدفع لأن النفقة من الحاليات اللي ممكن تؤدي إلى حبس الزوج لأن الحالة دي هيبقى يدفع يا الحبس شكرا لكم أحمد مهران اشتركوا في القناة